بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين السلام عليكم أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناتي فدك وصوت العتر عليهم السلام وعبر البث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب تقبل الله أعمالكم ونرحب بكم في الليلة الرابعة والعشرين من الليالي الرمضانية مع الشيخ الحبيب وكذلك نرحب بالسادة الحضور في أرض فدك الصغرى بمسجد الصبط المحسن الشهيد عليه السلام كما نرحب بسماحة الشيخ الحبيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نذكر السادة المشاهدين أنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم حول الورقة البحثية وذلك عبر خدمة فدك للواتساب على الرقم التالي صفر صفر أربعة أربعة سبعة أربعة ثمانية اثنين ستة اثنين اثنين ستة اثنين ستة على ألا يتجاوز مدة المقطع الدقيقتين فضلوا شيخنا شكرا لكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله وصلى على أمام أهل محمد وعجل فرجعوا فالعام الحجام ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين تقبل الله أعمالكم جميعا ختمنا جلستنا البارحة بمقولة لمولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سمعت من دعائه وابتهاله إلى الله جل وعلا في آخر ليلة من حياته الشريفة حيث قال اللهم إني سرت فيهم ما أمرني رسولك وصفيك فظلموني فقتلت المنافقين كما أمرتني فجهلوني إن هذا الكلام العلوي الشريف ينبئنا عن أن الأمة قد جهلت علي صلوات الله عليه وَبَخَسَتْهُ فِي حَقِهِ وَلَمْ تُقَدِّرْ مَنْزِلَتَهِ وكان ذلك ارتدادا منها عليه لأنه قتل المنافقين تنبه جيدا لكلام أمير المؤمنين عليه السلام قال فقتلت المنافقين كما أمرتني يا رب فجهلوني هذه الفاء تفيد ترتب ما بعدها على ما قبلها وبعبارة أخرى إنه صلوات الله عليه كان يعاني من تفشي ظاهرة الجهل والجهالة تلك التي أدت إلى أن يجهل الإمام نفسه ولا يقدر كان يعاني إذن من الجاهلين الذين كانوا يعترضون على شدته صلوات الله عليه وصرامته في مواجهة أوكار النفاق ومكامن البغاه هؤلاء كانوا يزايدون في هذا الأمر في أمر حرصهم على حقن الدماء وعلى الصلح أو المصالحة ويرون أن علي صلوات الله عليه لم يكن يقبل بهذه وفي المصالحة بين قوسين بل كان يريد إعمال حكم الله عز وجل في المنافقين وفي الناكثين والقاصطين والمارقين هذا الأمر هذه الشدة من علي عليه السلام هذه الصرامة أفضت إلى أن ينقلب هؤلاء بجهلهم على علي صلوات الله عليه ويخلخل الوضع العام يجعلونه مرتجا غير مستقر لأن كل واحد من هؤلاء الجهل الحمقى بدأ يتكلم بدأ يوجه الرأي العام نصب نفسه موجها للرأي العام فما الذي يحصل تشتت الكلمة تضارب الآراء فتتشتت معه الجماعة الواحدة تخيلوا أن من بين الذين كانت لهم مناصب في حكومة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانوا يخالفونه صلوات الله عليه في هذا الأمر وكانوا يتحدثون بلغة سلبية تؤدي إلى تثبيط العزائم بل إلى وقوع الانشقاقات هذا مع أنهم من ذوي المناصب في حكومته تخيلوا ما يسببه هؤلاء من إرباك عام للمجتمع فهم في الوقت الذي يفترض أن يكونوا عونا لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إذا بهم يتحولون إلى أعداء له أو عناصر تخريبية وكل هذا ينبعث من جهلهم ينبعث من حماقتهم وخرقهم دعونا نضرب لكم مثالا شخص لعلكم تقريبا لعلكم جميعا تسمعون عنه للمرة الأولى أيضا هذا الشخص يقال له أبو مسعود البدري أو الأنصاري هو من الخزرج من الأنصار ولا يقال له بدري لأنه شارك في بدر وإنما لأنه نزل في مكان قريب من بدر فنسب إلى بدر نزل بمعنى توطن هناك هذا الرجل هو عقبة بن عمر البدري الخزرجي الأنصاري وهذا كان ممن شهد العقبة وبايع النبي صلى الله عليه وآله لكننا نكتشف أنها شخصية ركيكة جاهلة تندفع بالجهل لمعاكسة الإمام الشرعي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في توجهاته أمير المؤمنين أعطاه منصبا وهو أنه استخلفه على الكوفة لما توجه إلى قتال معاوية وأصحابه البغاة لعنهم الله في صفين فإذا بأمير المؤمنين عليه السلام لما يرجع يكتشف وقوع كارثة بسبب هذا الرجل ما القصة القصة تجدونها في جملة من المصادر منها ما في سير أعلام النبلاء للذهب في المجلد الرابع الصفحة 106 عن خيثمة بن عبد الرحمن قال لما خرج علي استخلف أبا مسعود مو ابن مسعود أبا مسعود هذا أبو مسعود البدري الأنصاري لما خرج علي استخلف أبا مسعود على الكوفة وتخبأ رجال لم يخرجوا مع علي علي صلوات الله عليه دعا إلى الجهاد خرج معه أهل الكوفة ولكن بقي رجال من الجبناء أو المنافقين أو بقايا الأحزاب أو الطلقاء أو أهل الدنيا أو الذين يخالفون علي عليه الصلاة والسلام ولا يرتاحون له هؤلاء بقوا في الكوفة وبسبب الحرج تخبأوا خبأ كل فرد منهم نفسه حتى لا يتوجه إلى القتال بين يدي الإمام الحق علي بن أبي طالب عليهما السلام فهؤلاء كانوا مختبئين علي عليه السلام رحل بجيشه بقي من الوالي والي الكوفة وهو خليفة علي على الكوفة يفترض أن يكون مخلصا لإمامه عليه السلام ولكنه فعل العكس فقال أبو مسعود على المنبر أيها الناس من كان تخبأ فليظهر فلا عمري لإن كان إلى الكثرة إن أصحابنا لكثير إذا كان هذا مختبئ لأنه الأكثرية مع علي وهؤلاء ضد علي عليه السلام فالآن علي وأصحابه قد رحلوا ذهبوا إلى صفين أنا الآن خليفته أقول لكم أنا أقول لكم أنه أصحابنا الآن كثير فبإمكانكم أن تخرجوا وتطمئنوا ما معنى هذه العبارة معنى أن هذا الرجل ليس على ولاء تام لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأن أصحابه هم ممن يخالفون عليا عليه الصلاة والسلام وبالفعل هو من المخالفين قال فلا عمري لإن كان إلى الكثرة إن أصحابنا لكثير وما نعده فتحا أن يلتقي هذان الجبلان غدا من المسلمين شبه كلا العسكرين بجبلين من الناس في بعض الألفاظ ألفاظ هذه الرواية في مصادر أخر أنه قال ما يسرنا أو ما نعده فتحا أن يلتقي هذان الحيان غدا من المسلمين يعني هذا الحي وهذا الحي أي أن يكن هو يقول إحنا ما نعتقد أو لا نعتبر أن الفتح يتحقق بهذا أن هذان الجبلان من المسلمين يتقاتلان فيظهر أحدهما على الآخر ينتصر أحدهما على الآخر هذا ليس بفتح حتى وإن كان المنتصر أمير المؤمن عليه السلام لاحظوا عبارته يقول وما نعده فتحا أن يلتقي هذان الجبلان غدا من المسلمين فيقتل هؤلاء فيقتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء حتى إذا لم يبقى إلا رجرجة من هؤلاء وهؤلاء يبقى رجرجة يعني يبقى أراذل القوم يبقى الأشرار يبقى الخبثاء يبقى من لا خير فيهم تشبيها برجرجة الحوض يقال أن الحوض بعدما يمتلئ بالماء ويذهب معظمه معظم الماء في ذلك الزمان فتبقى رجرجة وهي آخر الماء عادة هذه رجرجة المقدار القليل من الماء المتبقي يكون مليء بالأوساخ بالقاذرات بالتراب بالما أدري كذا إلى آخره فلذلك تسمى هذه رجرجة ماء كدر فهو يقول نحن لا نعد فتحا أن يتقاتل هذان الجبلان من المسلمين يقتل هؤلاء هؤلاء ويقتل هؤلاء هؤلاء حتى إذا لم يبقى إلا رجرجة من هؤلاء وهؤلاء ظهرت إحدى الطائفتين انتصرت إحدى الطائفتين يقول شنو الفائدة معظم الأخيار ذهبوا من الطرفين ما بقي إلا الرجرجة الأراذي شرار القوم يعني ولكن نعد فتحا شيء الذي نعده فتحا نعتبره فتحا ونصرا هو هذا أن يأتي الله بأمر من عنده يحقن به دماءهم ويصلح به ذات بينهم هذا هو الفتح انتبه إلى هذه اللغة وهذه النبرة من الكلام كلام يظهر منه الحرص على وحدة الأمة كلام يظهر منه الحرص على حقن الدماء على الصلح ومثل هذه العبارات ساحرة الناس تحب الإنسان المسالم والذي يدعو إلى السلام تحب الناس تقول هذا داعية السلام يستحق جائزة نوبل للسلام هذا رجل حريص بالفعل على الإنسانية والوئام الإنساني والاجتماعي يقول أنا ما راح أفرح بأن تنتصر إحدى الطائفتين على الأخرى حتى لو هذه الطائفة كانت طائفة أمير المؤمنين علي سام الذي أنا خليفته على الكوفة تخيل هذا الكلام ما وقعه على المجتمع خليفة الإمام صاحب المنصب هذا منصب الولاية على الكوفة هذا الرجل يتكلم بكلام مخالف جملة وتفصيلا لتوجهات الإمام ولأمر الإمام عليه الصلاة والسلام علي عليه الصلاة والسلام كان مبتلا بهذه النماذج شوف تخيل هذا رجل في حكومته شوف شكرا هذا الشيء يسبب خلخلة في الوضع العام أرباك في الوضع العام الناس تقول إذا هو خليفة علي هذا الكلام يقول نحن شونا نروح نقاتل مع علي بن أبي طالب خليفة علي ما عنده قناعة بهذه الحرب وأنها حرب صحيحة ومشروعة ما عنده قناعة فشلون نحن نعتقد بأن هذه حرب مشروعة وأن هذا هو واجبنا وتكليفنا الشر كيف نحن نعتقد بهذا والناس بطبعهم ميالون إلى من يطرح مثل هذه الأطروحات هذا يستحق جائزة نوبل هذا رجل كان يدعو للصلح للمصالحة لحقن دماء المسلمين من يكون الواعي آنذاك هو الذي لا يستجيب لنداء المصالحة والصلح بل الذي يستجيب إلى نداء الجهاد بين يدي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صحيح أم لا لكن أكل الناس كانوا واعين أم كثير منهم كانوا من هذا الصنف من قال أن كل داعية إلى الصلح وإلى المصالحة وإلى المسالمة هو محق بالضرورة وعاقل من قال ألم تدعو أطراف للمصالحة مصالحة اسمها مصالحة هذه أطراف دعت منذ السبعينيات لشيء يسمى مصالحة وسلام صحيح إلى أين أفضى هذا الشيء أول من دعا إلى ذلك ومضى فيه محمد أنور السادات ولحقته دول أخرى حتى أن منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها قد صالحت ورأيتم رابين مع ياسر عرفات يتصافحان في باحة أو حديقة البيت الأبيض والناس استبشروا وقالوا إنه عهد السلام وعهد المصالحة وانتهت الحروب إلى آخره إلى أين وصلنا الآن ما هو وضعنا هل كان يستحق أولئك جائزة نوبل وعطوهم جوائز نوبل هم أنوا محمد أمور السادات عطوه حتى هذا إسحاق رابين وياسر عرفات مناصفة عطوهم جائزة نوبل للسلام لكن أين السلام الذي تحقق لا شيء بل صار كل ذلك في نفع الصهاينة حتى أعلنت القدس عاصمة أبدية موحدة لهم وحتى داسوا على رأس كل مسلم وكل عربي بالقزمة كما يقال لأنه الآن كل شيء ضاع خلاص بعد فلسطين ضاعت والقدس ضاعت والمسلمون كلهم بلا حول ولا قوة انتهى الموضوع خلاص انتهى ما عند المسلمين سوى التباكي الآن ليس لديهم سوى التباكي وسوى البيانات والإدانات المعروفة والعنتريات المشهورة بالفضائيات وبوسائل الإعلام بالروح بالدم نفديك يا فلسطين وعالقدس رايحين بكرجايين مدري شنو من الكلام هذا كله شنو عالقدس رايحين شهداء بالملايين عالقدس رايحين شهداء بالملايين يلا وين الملايين الشهداء مدى نشوف ماكو ماحد رايح ايه فلا عدنا ولا هم يحزنون صحيح وترى بالفترة الأخيرة صارت الأمور مكشوفة يعني الأمور صارت مكشوفة تماما ما عاد شيء خافية الآن المسؤولين الإسرائيليين صراحة يتحدثون يقولون احنا مع الحكم السعودي علاقاتنا مزدهرة وصن زيارات ولقاءات وحتى هؤلاء الذين يمثلون الشعب الفلسطيني مرة شفت مقابلة لواحد متحدث صهيوني بعد تداعيات مسألة إعلان القدس عاصمة لما يسمى بإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك للمرة الأولى والضجة التي رافقت ذلك فحقيقة استشعرت الصدق من هذا المتحدث الصهيوني يقول بصراحة أنا أقول لكم أنتم العرب والمسلمين أنتم خاسرون مئة بالمئة لأن الذين تعولون عليهم وتقولون هؤلاء هم حماة القضية الفلسطينية هؤلاء إذا تردون تعالوا تل أبيب في الويك اند أنا أراويكم ذو لشيون يجون نسرا ويرحون إلى بيوت الدعارة والسكر والعربدة ويرجعون نفسهم مسؤولي السلطة الفلسطينية نفسهم ترى إحنا نعرفهم ويجون إلينا هنا يعربدون وثم يرجعون إلى هناك ويرفعون شعار القدس وتحرير القدس وفلسطين ومن هذا الكلام وهم لا يريدون هذا كلام المتحدث الصهيوني يقول دون أصلا أن تقام الدولة الفلسطينية ولا أن ينتهي هذا الصراع لأنه بعدئذ لن يتمكنوا من أن يأتوا ويفعلوا هذه الأشياء سينحصرون حينئذ في يعني في دائرتهم فإذن الذين انخدعوا بما يسمى قطار السلام اللي بدأ منذ ذلك الحين وجعل الأعلام الإسرائيلية والصهيونية ترفرف على عواصمنا والمستقبل راح تشوفون هم هاي العلم راح تشوفون حتى بالرياض يعني السفارة الإسرائيلية ستفتتح هناك يوما ما فهؤلاء بسبب حماقتهم بسبب جهلهم إن دفعوا وراء السحر كلمة المصالحة وكلمة السلام لو أنهم ثبتوا منذ البداية لكانت على الأقل الأضرار أقل لا أقول أنه يقع نصر مئة بالمئة لأنه مدامت هذه الأمة معرضة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلن ترى خيرا ولن ترى نصرا ما دامت هذه الأمة متنكرة لقيادتها الشرعية التي نصبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله فلن ترى هذه الأمة لا خيرا ولا نصرا ولكن على الأقل لو أنها ثبتت على موقف المقاطعة والممانعة والمقاومة وهل أم جر لكانت الأضرار أقل الأضرار كانت أقل لكنها الحماقة فلا ينبغي على أمتنا أن تنخدع بكل من يرفع شعار السلام والوئام والمصالحة والحب والما أدري المحبة والوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية لعلها وإن كانت شعارات براقة ولنفرض أن صاحبها مخلص لنفرض أن صاحبها معتقد فعلا بما يدعو إليه لا أنه منافق أو مسايا السياسي ماكر يريد مصلحة من ذلك لنفرض هكذا إلا أنه قد يكون أحمق أخرق لا يدري ماذا يفعل قد يكون ممن لا عقل له فيطرح مثل هذه الأمور فيؤدي إلى انتعاش جبهات الأعداء والضلال والبغاة والإرهابيين والظلم والمنافقين فتقع كارثة لا يمكن بعد إذن تداركها تداركها علينا أن ندقق أولا لا أن ننساق كالأغنام إلى كل من يرفع مثل هذه الشعارات البراقة حتى وإن قلنا إنه رفعها بحسن نية وأنه كان مخلصا قد يكون بسبب ضعف عقله ضعف إدراكه قد يكون أحمق أحمق يطرح هذه الشعارات يدعو بمثل هذه الدعوات ولكنه يؤدي إلى كارثة كأبي مسعود البدري كهذا الرجل هذا الرجل كان أحمق ممن لا عقل له هذا ما توضحه الرواية الثانية التي نجدها في المعجم الكبير للطبراني برقم خمسمائة واحد وعشرين عن الشعبي قال لما خرج علي إلى صفين استخلف أبا مسعود على الكوفة وكان رجال من أهل الكوفة استخفوا علي يعني تخفوا من علي عليه السلام حتى لا يخرجوا معه فلما خرج ظهروا طبعا عرفنا من الرواية الأولى أن ظهورهم كان بإعلان رسمي على المنبر من الوالي نفسه أنه تعالوا ظهروا ترى ما وكان ناس يأتون أبا مسعود فيقولون أكو ناس جايين من طرف صفين يوصلون إلى الكوفة ينقلون الأخبار فيقولون قد أهقد والله أهلك الله أعداءه وأظفر المؤمنين وفي لفظ آخر قد والله أهلك الله أعداءه وأظفر أمير المؤمنين أمير المؤمنين صار ظافرا انتصر يوصلون الخبر لمن لأبي مسعود فيقول أبو مسعود بدلا من أن يستبشر بدلا من أن يسجد لله شكرا على نصر أمير المؤمنين عليه السلام على هذه الأخبار المفرحة من جبهة القتال إذا به يقول إني والله ما أعده ظفرا ولا عافية أن تظهر إحدى الطائفتين على الأخرى سلبي تماما يعني قالوا فمه يعني شنو رأيك ما الذي تعتبره ظفرا إذن وعافية قال يكون بين القوم صلح هذا الذي أنا أرى أنا من دعاة السلام والتطبيع من دعاة المصالحة كلنا مسلمين بعد إحنا معاوية وأهل الشام كلنا مسلمين مو كتابنا واحد إيه مو قبلتنا واحدة إيه منصلي خمس مرات باليوم إيه بعد منصوم شهر رمضان إيه منحج البيت إيه منبينا واحد إيه نعم ليش بعد هذا القتال خلي يصير تطبيع بيننا وبين إخواننا بل أنفسنا ليش هذا القتال شنو يعني رفضه مبايعة علي بن أبي طالب بقولة ذلك الخسيس اللي شيعي شيعي تخيل شيعي يقول هذا الكلام منهم على المسلك الإيراني أو المسلك الخامنئي مسلك حزب الله كما يدعى وهو حزب أعداء الله يقول أصلا ولاية هذا نص كلام ولاية علي بن أبي طالب ثمن بخس للوحدة الإسلامية شنو المانع نعطل أصلا للوحدة الإسلامية نعطل ولاية علي عليه السلام حتى نكسب الوحدة الإسلامية هذا هو المهم وقريب من هذه العبارة قالها أركان النظام في زمانهم ومنهم رفسنجاني عليه لعنة الله منتظري وأمثالهما يقولون هذا الكلام بلا حياء بلا حياء بلا حياء من الله جل وعلا الله الذي في كتابه المجيد يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أئمة أهل البيت قالوا صلوات الله عليهم حبل الله ولاية علي هذه الوحدة الإسلامية الصحيحة وحدة على ما يريده الله أما وحدة اتحد مع من مع معاوية مع عمر بن الخطاب الزهراء عليه السلام قالت الوحدة الإسلامية عند الزهراء ما هي إمامة أهل البيت الالتفاف حول إمامة أهل البيت وجعل الله إمامتنا أمانا من الفرقة هذا الذي نعتقد به هذا المفروض الإنسان الشيعي يتكلم بهذا المنطق لا بسواه لكنه الغدر بعلي عليه السلام والعقوق له بحيث أن من صفوف شيعته وممن لهم مكنة ممن لهم دولة نظام حزب أحزاب امتدادات إقليمية يتكلمون بهذا المنطق وهو منطق أبي مسعود البدري هذا المنطق منطق الحرص على الوحدة والمصالحة وما أدري المسالمة وعدم المواجهة وتوحيد الأمة والقعود عن وظيفة المواجهة والحرب والجهاد هذا المنطق منطق من عند علي بن أبي طالب منطق من لا عقل له شوف الرواية ماذا تقول وهي من مصادرهم انتبهوا يقول فلما قدم علي ذكروا ذلك له قالوا لعلي عليه السلام هذا الوالي اللي انت مستخلف على الكوفة يدير شعونها هذا توجهات مخالفة تماما لتوجهاتك انت تقول جهاد لازم نقضي على معاوية هذا رأس الفئة الباغية بقاؤه شر عظيم على هذه الأمة بقاؤه خطر عظيم لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال ويل لأمتي من معاوية ذي الأستاه أنا شون بقي واحد النبي يقول الأمة ويل لها منه هذا لازم اجتثه تماما صحيح ام لا هذا ما يقوله الشرع هذا ما يقوله العقل هذا ما يقوله المنطق فيطلع لي واحد أخرق أحمق يقول لا 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 يعظم أمر الدماء وليش الحرب ويا جماعة الدين محبة والدين صلح وما بيننا وبينهم إلا خلافات جزئية وإحنا كتابنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحد هذا المنطق وأنا أدعو إلى الصلح هذا شي يسوي كارثة يسوي في الأمة كارثة وعي يدمر الوعي لدى الأمة يخلي الأمة تنساق بعواطفها لأنه هذا كلام يثير العواطف الناس تحب هذا الحش أي خلي الأمة تنساق وتقعد عن الجهاد فيتفرعن الذي حذر منه رسول الله وقال ويل للأمة منه ويثبت أركان فلما نقلوا إلى علي عليه السلام هذا الكلام وأنه هذا الذي يقوله أبو مسعود البدري ماذا فعل يقول فلما قدم علي ذكر ذلك له فقال علي اعتزل عملنا قال لي هذا أبو مسعود اعتزل عملنا يعني شنو يعني انت مرفود اطلع برا انت مفصول من الخدمة قال وذاك مه يعني ما الذي ليش شنو سويت أنا أنا بقت مثلا ابن عباس مثلا سويت شغلة مثلا غلط شنو سويت أنا ما خنت الأمانة هو صحيح ما خنت رأ أمانة أنه مثلا سرق فلوس سوى على شفصة من هالشفصات لا بس هناك قضية أخطر شنو هي لما سأل أمير المؤمنين عليه السلام وقال له وذاك ما قال إِنَّا وَجَدْنَاكَ لَا تَعْقِلُوا عَقْلَةً أنت واحد خبل عقل ما عندك مثل مقتدى أنت واحد خبل في أجواء حرب أجواء صراع الخير مع الشر إحنا في قتال ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر دامت المعركة مع توابعها ومقدماتها ونهاياتها أو معقباتها هاي حرب صفين إحنا في هذا الوضع نقاتل رأس الفئة الباغية الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وآله وحذر الأمة منه وقال ويلا للأمة منه من معاوية ذي الأستاه إحنا في هذه الأجواء لازم كلمتنا وحدة ونكون في منتهى العنفوان منتهى القوة والشجاعة أنت تجي تثبت العزائم وتتكلم بهذا الكلام بدعوة المصالحة وأنه أنا ما يعجبني أحدى الطائفتين تنتصر على الأخرى وتظبر على الأخرى شنو هذا المنطق أنت واحد خبل أنت عقل ما عندك أنت لا تقدر خطورة الموقف أنت لا تقدر جسامة المرحلة دقة المرحلة إذا بهذه المرحلة ما ننتصر على معاوية أبواب جهنم تنفتح على الأمة الإسلامية وقد فتحت بسبب هؤلاء وأمثالهم أنا شوف بديت معاك في البحث من منذ الجلسات الماضية أبيل لك شلون كيف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خذلته هذه الأمة كان على وشك أن يقضي على هؤلاء المنافقين والطلقاء والبغاة ولكن الأمة خذلته ليش؟ قلنا واحدة من الأسباب الرئيسية كانت ما هي الخيانة الداخلية خيانة داخلية واجهها أمير المؤمنين عليه السلام فما استطاع جبهته لم تكن موحدة صار نخر فيها مثل السوس من الداخل أكو فئة دنيويين باعوا دينهم لمعاوية مباشرة راحوا وياه واحد مثل عقيل أكو فئة أخرى باعوا دينهم للفلوس مثل ابن عباس وراح فلت صحيح؟ أكو فئة ثالثة حمقى مثل هذا خبول خبول عقل معده هذا شون يسبب في الوضع العام الجبهة تفتت تضعف قال إنا وجدناك لا تعقل عقلة قال شون يرد على أمير المؤمنين عليه السلام قال أما أنا فقد بقي في عقلي ما أعلم أن الآخر شر يعني يرد على أمير المؤمنين عليه السلام يقول له أنت إذا تتهمني أنه أنا لا عقل لدي لا أنا ترى عندي عقل بمقدار أني أعرف أن الآخر شر أخريات الأمور شر راح تكون شلون هذه لها قصة سنأتي عليها الآن هذا الخبل سامع كلام من النبي صلى الله عليه وآله ما فاهمه فمتصور أنه على آخر هذا العهد سيكون هناك شر فما فاهم القضية فمتصور بحسب يعني تفسيرات المحدود عقل المحدود أنه هذه الحرب الآن التي تجري هي من الشر وأن كل الطرفين مدانان عموما هذا الخبر الذي أخرجه الطبراني نقله الهيثمي في مجمع الزوائد برقم اثنى عشر ألفا واحد أربعين وقال رواه الطبراني وفيه مجالد بن سعيد واثقه النسائي وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح فالخبر إذن معتبر لا أقل على مبنى النسائي نستفيد من هذا أنه عند الإمام علي عليه الصلاة والسلام الحريص على الوحدة الزائفة والحريص على حقن الدماء الذي ينعش البغاة والمنافقين والطغاة هذا الشخص الحريص لا عقل له أنت لابد أن تنظر دائما إلى مخرجات وآثار ونتائج دعوتك للصلح والوحدة وال ما أدري حقن الدماء ومن هذا الكلام المعسول لازم نشوف مخرجات ذلك تارة تكون المخرجات في صالح الدين في صالح الحق هذا ما تقدره أنت فنعم الدعوة هذه ونعم الشعارات وإحنا كلنا وإياك ولكن أحيانا تكون المخرجات والآثار في صالح الباطل وأهل الباطل فنحن كلنا ضدك لأنه أنت تدعو إلى شيء بلا عقل بلا وعي تقول تعالوا تصالحوا مع الكيان الصهيوني وكافي حروب دماء أنت ما عندك عقل لأنك بهذا ستؤدي إلى تقوية الكيان الصهيوني تقول تعالوا تصالحوا مع أبي بكر وعمر وعائشة ولنسكت عنهم ولنعقد هذه الاتفاقية التي طرحها حسن نصر الله في إحدى السنوات الأخيرة كردود فعل علينا وعلى جهودنا وأعمالنا قال يا جماعة أنا أطرح عليكم أن نعد ميثاق شرف سمى قال نتفق ونوقع المرجعيات الإسلامية كلها من الطائفتين تجتمع وتوقع على ما سماه ميثاق شرف شنو هذا الميثاق الشرف يقول يقول أن على كلتا الطائفتين أن تحترم رموز الطائفة الأخرى وأن إذا خرج خارج من إحدى الطائفتين وشذ عن ذلك وأهان مقدسات ورموز الطائفة الأخرى فعلى نفس الطائفة أن تعاقبه وتلجمه قال أنا أطرح ميثاق شرف بهذه الطريقة وتعالوا حتى نجلس ونوقع على هذا الميثاق شرف كثير من الحمقى من الناس الذين ليس لديهم واعي صفقوا له وقالوا نعم هذا المطلوب هذا المطلوب لمواجهة التشيع اللندني موشكل زين زين ما أنت يا أحمق هذا مخرجاته ما هي آثاره كيف ستكون الآثار ستكون إماتة الحق ورفع شأن الباطل رفع أعلامه ترسيخ الباطل الشيعي ليس مسموحا له إطلاقا أن يتكلم كلمة واحدة على أبي بكر أو عمر أو عائشة والبكر مسموح له دائما أن يتفخ ينفخ في أبي بكر عمر عائشة ويعظمهم ويجلهم وينشر فضائلهم المزعومة المكذوب الموضوعة فالأمة ستنخدع أكثر بهذه الشخصيات لن يهتدي أحد حين ذاك لأن أحدا من المخالفين وأبنائهم لن يستمعوا إطلاقا إلى شيء من حقيقة هذه الشخصيات فينبذونها أو يتبرؤون إلى الله تعالى منها فستترسخ هذه الشخصيات في الوجدان العام أكثر فأكثر وبالتالي يترسخ باطلها أكثر فأكثر لن يهتدي أحد إلى ولاية أهل البيت الطاهرين عليهم السلام فسيموت الناس جميعا على الجاهلية الثانية لا يعرفون إمام زمانهم لا يتبرؤون من أئمة الضلال والنفاق كلهم يذهبون إلى جهنم بل حتى طوائف من الشيعة أو أقسام من الشيعة ستتأثر تلقائيا لأنها لم تسمع شيئا فتنتقل إلى البترية أولا ومن ثم تنتقل إلى البكرية مثل ما قال الأخ الذي تشيع قبل ليلة أو ليلتي الذي قال أهلي هم كانوا شيعة وصاروا بترية وبعدين صاروا بكرية بالأخير وأنا الآن أعيد التشيع من جديد الله حداني وكما صار مع العائلة الملكية الأردنية العائلة الهاشمية أو الأسرة الهاشمية التي كانت رافضية كما أيام جدهم قتادة ابن إدريس الأمير قتادة ابن إدريس الذي له أشعار فيه جاء أبي بكر وعمر وفي الدفاع عن الزهراء عليها السلام لكن الآن تعال انظر إلى أحفاده انظر إلى الملوك الذين جاءوا من بعده أولا صاروا بترية وبعدين صاروا بكرية أصلا النظام الأردني الآن حامي حمل بكرية صاير نظام الأردني من أسفل الأنظمة وأنذل الأنظمة نظام لا يسمح بمسجد شيعي واحد في الأردن نظام لا يسمح بحسينية واحد في الأردن بأي شعيرة شيعية في الأردن أو أي ممارسة دينية للإخوة الأردنيين المتشيعين أو للإخوة الوافدين من غير الأردنيين الذين يسكنون في عمان وفي الأردن يعني جور تام على الحريات الدينية النصارى لهم حقوقهم حتى اليهود لهم حقوقهم بس الشيعة والرافضة ممنوع وزير الأوقاف الأردني له تصريحات معادية للشيعة والنظام هذا كله النظام الأردني كله عبارة عن شنو عبارة عن فردة حذاء ينتعلها الصهاينة نظام منذ تأسيسه من قبل الإنجليز نظام يعني نظام عميل مئة بالمئة مئة بالمئة وكل الوثائق موجودة يعني يستطيع أي إنسان أن يرجع إلى تاريخ الملك المقبور هذا حسين ويشوف صراحة يعني أصلا في وقت الحرب حرب بين العرب وبين إسرائيل يروح هذا الملك حسين هو طيار بال هاي السمتية الهليكوبتر يطير يروح إلى تل أبيب يعلم ويقول بارحة أنا كنا في اجتماع القمة مع عبد الناصر وقال باتش راح أضربكم أنا ده أنذركم واخذوا احتياطاتكم ويرجع موظف استعماري يعني هذا كله ترى مكشوف ومعروف مو أنه مثلا شائعات وكذا لا كله يعني ثابت بالوثائق بالشهادات الحية هو بلسانة يقولها هو بلسانة يقولها بعد ايه ليش ما يقول ايه لعنه الله فإذن هؤلاء الذين يطرحون مثل هذا الطرح هؤلاء سواء شعروا أو لم يشعروا يؤدون إلى تدمير هذه الأمة إلى تقوية جبهة الضلال جبهة الجاهلية الثانية جبهة السقيفة جبهة الباطل شنو يعني ميثاق شرف يا من لا شرف لك أي ميثاق شرف تريد به أن تصد الأمة عن اكتشاف الحق وتريد به تدعيم الباطل أين المقاومة والممانعة إذن المقاوم الحق هو الذي لا يقاوم جبهة كفر أو ضلال أو طغيان واحدة ويغض الطرف عن مثيلتها بل عما هي عما هي أعظم منها المقاومة الحقيقة يكون موقفة مثلنا إحنا مثل ما ضد إسرائيل ما يسمى بإسرائيل كيان الصهيوني إحنا ضد الكيان السقفي مثل ما ندعو إلى عدم المصالحة مع الصهاينة ندعو إلى عدم المصالحة مع أهل السقيفة عدم التطبيع مع نتنياهو مثلا إحنا هم ندعو إلى عدم التطبيع مع أبي بكر وعمر وعائشة موقفنا واحد هذه جبهة ضلال وكفر هذه جبهة ضلال وكفر هذا طغيان وهذا طغيان بل ذلك الطغيان أعظم لأنه نخر في أوساطنا الإسلامية قلب عقيدتنا الناس تموت على الجاهلية من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أنت يا حسن نصر الله تريد الناس يموتون على الجاهلية ألا تخاف الله ألا تتق الله عز وجل ألا ينبغي أن تعمل على إنقاذ الناس من الجاهلية كونك على الأقل معمم رجل دين هاي وظيفتك الأساسية المفروض أنت يفترض أن تكون قضية المقاومة والعمل السياسي والانتخابات والدبشات مالتكم والشغلات التي تسوونها في كل انتخابات المفروض هذه طارئة على وظيفتك الأساسية يعني أنت بالأصل يفترض أن تكون داعية إلى الدين هذا هو الأصل نبيك الأعظم صلى الله عليه وآله يقول من مات ولم يعرف إمام زماني مات ميتة جاهلية دعوت أحدا إلى إمام زمانك من كل هؤلاء الذين تلتقي بهم وتتحالف معهم من البكريين وغيرهم تشيع أحد على يديك كلا هو بنفسه له تصريح يقول بمنتهى لانحطاط يقول أصلا هذه ليست من أولوياتنا ولا اهتماماتنا ولا نسعى إلى أن نشيع الآخرين إذا نخلع إمامتك أنت شنو وظيفتك شنو وظيفتك إذن ميثاق شرف هب أنه صادق فيما يقول هب أنه ليست لديه مصالح جيوسياسية كما يقولون في هذا الطرح هب أنه لم يأته الإملاء من علي خامنأي أنه إطرح هذا الطرح سوي لك ميثاق شرف فعلى الأقل إن كان صادقا فيما يقول وذانية حسنة فحاله لا يختلف عن حال أبي مسعود الأنصاري البدري والأنصاري وأمير المؤمنين عليه السلام حكمه على أبي مسعود أنه شنو لا عقل له فسر الحكم على صنوه حسن نصر الله فلا عقل له هذا أقل شيء ترى نقوله هذا أقل شيء أقل شيء هذه المقبلات مقبلات بس نقول لا عقل لك وإلا الحقيقة إذا أردنا بالفعل أن يعني ننظر إلى الحكم الملائم المنطبق على هذا الشخص الذي باع دينه مع الأسف فيكون حكمه أنه لا دين له ملا عقل له لا دين ليش لأن إمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام قالوا من دان الله بولاية إمام جائر فلا دين له وهذا يدين الله بولاية إمام جائر وهو علي خامن أيها سميه ولي أمري ولي أمر المسلمين هو عنده فإذا لا دين لك الحريص على الوحدة الزائفة المزيفة عند علي بن أبي طالب عليهما السلام لا عقل له الحريص على حقن الدماء المفضي إلى انتعاش جبهة البغي جبهة الباطل لا عقل له وكيف يكون له عقل وهو لا يلتفت إلى قوله تعالى فقاتل التي تبغي كيف كيف يكون لأبي مسعود البدري عقل وهو لا يلتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي أمرك الله مضمون كلامه الشريف أمرك الله بقتال الناكثين والقاصطين والمارقين كيف يكون له عقل وهو يخالف إمامه الذي استخلفه ويغدو كهفا يحول نفسه إلى كهف وملجأ للعصات الذين تخلفوا عن الجهاد مع إمامهم عليه الصلاة والسلام كيف يكون له عقل وهو يصرح بتصريحات تخالف التوجه الرسمي للإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام فالإمام يدعو إلى الجهاد ويأتي هذا ذو المنصب في حكومة الإمام عليه السلام ويقول للناس قعدو هذه حرب طاحنة آخرها شر أنت مع أي من الطرفين تكون ماذا تختار صدقوني إخواني هذه البحوث في هذه الليالي لو كل شخص يتدبر فيها جيدا ويعكسها على واقعنا المعاصر لصرنا بخير لأنه كثير من الإشكاليات الذهنية والفكرية الباقية اليوم تنحل إذا ما تدبر في هذا الذي نقوله ونطرحه إن شاء الله التاريخ دائما يعيد نفسه أنت مع أي من الطرفين يعني أنت إلى أي من الطرفين تميل مع داعية الوحدة والصلح والسلام والتطبيع والكذا على أساس أن ديننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحد وكتابنا واحد أم تكون مع الذي يدعو إلى اجتثاث مادة الفساد بالمواجهة والحرب وعليك أن تنتبه إلى كلفة ذلك لا شك أن الأمة لو أنها كلها ذهبت مع أبي مسعود الأنصاري لكانت كلفة الدماء في حينها أقل لكن ذهابها مع علي بن أبي طالب عليه السلام جعل كلفة الدماء في حينها أعظم للوهلة الأولى تبدو إنما هي حرب طاحنة أصلا القبائل القبائل العرب في صفين جزعت وفزعت قالت بعد خلص ما رح يبقى يبقى عرب فني العرب خلص راح وانتهوا ماكوا كلها جماجم وقتلى صدق ترى صارت مقتلة عظيمة لأنه كما عبره وأبو مسعود قال يتقاتل الجبلان جيشان عظيمان ترى ما بقى أحد بعد يعني تقريبا يعني كانت خلص الأمور يعني فمقتلة عظيمة صارت وقلنا ثلاثة أشهر طولت مش ويترف بحسابات ذلك الزمان حرب لمدة ثلاثة أشهر بالوسائل البدائية للحرب يعني مو قليل فتخيل جثث دماء فهذا للوهلة الأولى قد ينخدع الواحد قد يأتيه الشيطان ويقول لا يعني بصراحة علي بن عبدالب ورطنا نعوذ بالله دخلنا في حرب يعني جنونية اشتوت بينا لو سامعين كلام أبي مسعود البدري أحسن خلي نقوم بالصلح فالكلفة هنا في البداية أعظم في البداية لكن هذا الذي يقع فيه كثير من الناس هذا المطب الذي يقع فيه كثير من الناس مطب عقلي مطب فكري الكلفة الآن في البداية تشوفها كبيرة لكن الكلفة مع الأمر الأول وهو الصلح هذا الذي تدعو إليه على المدى الطويل أضعاف أضعاف من هذه الكلفة رح تشوف دماء أضعاف أضعاف ورح تشوف قتلى وضحايا أضعاف أضعاف وهذا الذي حصل بالأخير بالأخير ما الذي جرى أخيرا أجبر أمير المؤمنين عليه السلام على القبول بإعلان وقف إطلاق النار كما يقولون خلص قالوا لا خلص نجبرك الآن أنه لازم أنت تقبل بالصلح التحكيم والصلح صحيح شنو صار بالأخير إلى هذا اليوم احنا ندفع الثمن إلى هذا اليوم ندفع ثمن ذلك اليوم الذي ألجأ فيه علي عليه السلام لإيقاف القتال تولى معاوية فتجبر عشرين سنة حكم مجازر جاء جاء من بعده يزيد قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله جاء من بعده مروان ملوك بني أمي ملوك بني العباس إلى زمان إلى زمان وتبعثرت الأمة تشضت الأمة وياريت الأمة فقط ضررها وقع على نفسها لا صارت قنابل موقوطة ضررها وصل لكل الأمم تفجيرات وإرهاب وقتل بكل العواصم بكل العالم محد مرتاح منهم صار كل إنسان فرد مسلم عبارة عن مرشح لأن يتحول إلى إنسان إرهابي مجرد ما أن يلتزم بدينه أكثر قلنا سابقا القاعدة هكذا كل ما ازداد البكري تدينا كل ما ازداد نوازعه الإرهابية والدموية أكثر كل ما ازداد الفرد الشيعي تدينا كل ما ازداد نوازعه في حقن الدماء في حفظ الأعراض في حفظ البشرية أكثر سبحان الله يعني معادلة معكوسة تماما هذا الواقع المحسوس لا يمكن إنكاره إلا بالمكابرة بصراحة يعني أنت يكفيك فقط في زماننا أن تنظر إلى الخطاب الديني البكري عادة هو خطاب عدواني خطاب الله أكبر اقتلوا فجروا اذبحوا ما أدري كذا يرفع العرعور سيفة أمام الكاميرا تعالوا اقتلوا المادر الصفويين المجوس ما أدري كذا إلى آخره خطاب عدواني هو في نبرته بشكل عام خطاب عدواني خطاب دموي في حين تعال قارن في الجانب الآخر الخطاب الديني الشيعي تجده خطابا يحث على حقن الدماء ويحرص كثيرا على هذا كخطاب السيد السستاني لما أطلق فتواه في محاربة داعش راح طلع ذلك البيان التاريخي بمعنى الكلمة الذي فيه بنود وتوصيات كثيرة للحشد الشعبي للمقاتلين أنه ديروا بالكم لا يعني تسفكوا دمان إذا شفتوا الطرف الآخر يبدي مسالمة أو استسلام أو صلحان اقبلوا ذلك الأسرى أحسنوا إليهم لا تمثلوا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا بنود كثيرة توجيهات دقيقة هي في منتهى الإنسانية ومن شخص يعد رأس الخطاب الدين الشيعي في هذا الزمان المرجع الأعلى وهكذا سائر المراجع بصراحة يعني كل إنسان منصف يرى هذه المعادلة واضحة أن الشيعية كلما ازداد تدينا كلما ازداد حرصا على حقن الدماء والبكري مع الأسف لا أقول الكل أيضا أنا منصف إن شاء الله تعالى ولكن لنقول هكذا أكثرية أو من لهم قوة في الميدان البكري كلما ازدادوا تدينا أكثر كلما ازدادوا تحريضا على العنف والإرهاب وسفك الدماء المسألة واضح فالآن أي تختار أيهما تختار هل تختار لو رجع بك الزمان إلى الوراء هل تختار أبا مسعود البدري الأنصاري وتقول أنا معك أم تختار علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وتقول أنا معك إذا اخترت علي ترى أكو بيها دم بيها تضحيات مستعد له ما مستعد هذا الكلام هنا المحك حاول فقط أن تترجم هذه المعادلة على زمانك هذا فكما أنه كان في ذلك الزمان علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وكان هناك معاوية لعنه الله وكان هناك أبو مسعود البدري خذله الله كذلك في هذا الزمان هناك امتداد لعلي بن أبي طالب وخط علي بن أبي طالب هناك امتداد لخط معاوية وهناك امتداد لخط أبي مسعود تختار أي من هذه الخطوط إذا اخترت الخط الأول وهو المواجهة فعليك أن تتحمل الكلفة لكن تدرك أن الكلفة الآنية هذه أضأل أقل من الكلفة على المدى الطويل فيما لو اخترت خط أبي مسعود هذا الذي يدعو إلى المهادنة كان يدعو إلى المهادنة كما في زماننا هذا المناوئون لنا في الداخل الشيعي سواء كانوا من أهل العالم الثاني أو أهل العالم الثالث أو أهل العالم الرابع يدعون إلى المهادنة يقولون أن علينا أن نهادن القوم بمعنى أن لا ندخل في هذه الحرب الجدلية الكلامية العقدية معه لا نتكلم على رموزهم لا نتكلم على عقائدهم لا نتواجه أو نتصادم معهم أو مع أي من جبهات الضلال حتى وإن كانت في الداخل الشيعي وخاصة في الداخل الشيعي لأنه الآن تقريبا بسبب ما رأته الأمة من تكالب النواصب علينا والمساس بمقدساتنا ولغتهم الفجة الطائفية الدموية المقيتة في إعلامهم المسموم تقريبا صارت أكثرية الأمة الآن إن لم تكن مؤيدة لطرحنا هذا فهي تعذيرنا على أقل تقدير تقول لا حيل يعني بصراحة يستاهلون هم مصخوها وزودوها لازم يصير على الأقل عندنا إذاعة إذاعتين قناة قناتين ترد عليهم بقوة صار بشكل عام تقريبا المجتمع الشيعي يقبل بهذا الطرح أنا مرة نقلت لكم ولو كنت مأذونا بأن أصرح بالإسم لصرحت شخصية يعني معروفة ضمن مرجعية السيد السستاني هذه الشخصية بنفسها أقرت لصاحبها وهذا الصاحب نقل لي مباشرة قال إحنا بصراحة صحيح أمام الإعلام نقول أنه إحنا ضد ياسر الحبيب وكذا لكن والله أنا لما يحترق دمي وأشوف ذول النواصب شونه يساون أروح أدير على قناة فدك حتى أسمع أشوف ياسر موجود هذا بالنسبة لمواجهتنا للذين هم من الناصب أو المخالفين هذه الجبهة يعني هذه الجبهة تقريبا فتح هذه الجبهة صار مقبولا على المستوى العام بنسبة متفاوتة ولكن الجبهة الداخلية هذه لا ما زالت هنالك في أمتنا فئة قليلة شريحة هي الأقل ممن يؤيدنا في فتح هذه الجبهات الداخلية يقول لك لا خلينا نحن بس على الجبهات الخارجية بقلت علي الكوراني خلوكم على وزارة الخارجية مو على وزارة الداخلية على اصطلاحات هذا والله خلوكم على ذولاك لا احنا مثل ما وزارة بعدنا هو غلط المفروض كان قصدا وزارة الدفاع مو شين وزارة الخارجية شين سبب وزارة الخارجية شون هنال دبلوماسية نشتغلها ما نشغل دبلوماسية احنا عدنا وزارة الدفاع هذه تروح على على ابي بكر وعمر وعائشة والبقايا هؤلاء بقايا السقيفة وعدنا وزارة الداخلية من النوع التمام عدنا اجهزة امنية في وزارة الداخلية هذه الله 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 شلون شلون تجلد جلد تعرف ش تساوي بكم لا اشلون انت تهتم بوزارة الدفاع تروح بوزارة الدفاع والعدو الخارجي المشخص امره ترى اهوا من العدو الداخلي الطابور الخامس هذا الناس اللي في وسطك هؤلاء اللي ينخرون من الداخل اذا ولا اخطر اذا ولا بلحظة واحدة يسول لك انقلاب داخل الدولة سولك انقلاب فجأة تلاقي نفسك محمد مرسي بالسجن وجايك السيسي قاعد على الكورسي شوان يصير ما يصير هؤلاء اذا تركوا في جبهتنا الداخلية هكذا يعبثون بدين آل محمد عليهم السلام دون ان يتصدى لهم احد دون ان يواجههم احد دون ان يصفعهم احد هؤلاء سيقلبوا هذا الدين اكثر مما قلبوه واكثر مما عبثوا فيه فكيف يتركون لا لا يجوز تركهم بل وانا قلتها سابقا قبل سنوات اني استغفر الله تعالى من اني لا اواجه هؤلاء بالقدر والكيف والحجم الذي اواجه به اولئك ولكن ماذا نفعل الطبع يغلب التطبع كما يقال يعني انا مع كامل ادراكي ان فردا شيعية واحدة لن يتأثر بالخطاب البكري اطلاقا من هذا الشيعي اللي يفتح لقنوات البكرية وما ادري ذول العوران ذول اللي خاليهم يتأثر به مثلا يقول اي والله لا صحيح يمكن باتش لازم اروح اتولى ابو بكر وعمر مثلا منو هذا ولا واحد دعونا نكون يعني واقعيين الخطاب البكري ليس له تأثير مهما صرفوا ميزانيات ضخمة جهود كثيرة يبذلون قنوات راقصة كثيرة اسسوا مهرجانات خطابات فلوس حتى يقدمون ايضا امكانيات جناسي يعطوهم هذا ما ادري المؤيد هذا شن اسمه سين المؤيد راح صار ووصد بعد خلاص وصف الله ومحترام وشي مرتب وإلى آخري يعني يكون مغريات كثيرة يقدمونها مع هذا كله لا يوجد له تأثير تأثيره الصفر لم يكن بالسالب يعني بالعكس يعني يشوفون هذا يقومون شيء الشيء أنا ده أتكلم يشوفون هذا يحترك دم وشيء مجرد حالة استفزاز بس يستفزك يعني مو أكثر يقوم يروح فورا يروح على قناة فدك يصير ويقوم بعدين يتبرع يقول نكاية بهم على عنادهم عرفتوا شلون أحسنت أحسنتهم هو أصلا لا يوجه لي عادة هم جهدهم هم لي ماذا افتتحوا هذه القنوات أولا هناك عوامل سياسية يعني لو لا الاحتراب القائم ما بين النظام السعودي والنظام الخامنئي لم استمرت هذه القنوات ترى هذه القنوات كلها ممولة من النظام السعودي وبقوة على أساس هذه المعادلة الاحترابية ما بين النظامين اللي كل منهما يريد أن يتوسع إقليميا ويسيطر على المنطق هذا عامل جدا مهم العامل الثاني هو أن هذه القنوات إنما افتتحت أصلا وكل هذه الجهود البكرية للمحافظة على ما تبقى من أبنائهم بس يقول لك أكسار عندي غزو شيعي وهم يعترفون يقولون نحن في عصر الغزو الشيعي هناك غزو شيعي هناك مد شيعي وإسلامه وأمه ما أدري تعالوا أدركوا السنة يا عباد الله من هذا الكلام فعندهم مشكلة حقيقية دايك تشفون أن التشييع يخترق مجتمعاتهم فيقول لك شو سوي أنا أنا أحاول أن أحافظ على ما تبقى من أبنائي من مجتمعي ألا ينجرفوا إلى التشييع بأن أقوم بهذه الوسائل الإعلامية وهو مضيع المشيتين سبحان الله أماك فائدة لاحظت بشنو برجيلها ولا أخذت سيد علي ولا أخذت صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد وحجب فردهم والعالم حداهم الحمد لله يا رب العالم صلوات الله وحسن 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 يعني هم بدلا المفترض أنه بهذه الوسائل الإعلامية وبهذه الأعمال يحافظون على أبنائهم من أن يتشيعوا إذا بالأمر ينعكس يعني ينقلب عليهم ينقلب السحر على الساحر فيجدون أن فئات كثيرة من أبنائهم تشيعوا بسببهم يعني مو يوصلونهم إلى نصف الطريق بل إلى ثلاثة أربعة الطريق بسبب إسفافهم بالطرح بسبب دناءتهم في الطرح فتصير ردة فعل عكسية عند المتلقي البكري فيضطر أنه يشاهد ردة فعل الشيعة أو ردود الشيعة أجوبة الشيعة في اقتناء يتشيع وكثيرين من من تشيع وتذكرون كان يتصلون يقولون نحن هذا السبب كان يعني رأينا كذبهم رأينا فجورهم في الخصومة رأينا انحطاطهم في الطرح فدفعنا هذا للاستماع إلى الشيعة وأدى هذا إلى أن تشيعنا بحمد الله فالآن يا إخواني مع أي من الطرفين تكون نحن في هذا الزمان لدينا أيضا امتداد لهذا الخط خط المواجهة لنسميه هكذا خط علي بن أبي طالب مواجه كان يريد أن يواجه نعم له كلفة هذا معقول لا توجد مواجهة بلا كلفة لازم أكو حرب بدون ضحايا ما تصير وهناك خط آخر وهو خط يدعوكم لا إلى المسالمة هو الخط الآخر ممن ينتحل التشيع ممن له منصب رسمي موقع رسمي في الداخل الشيعي أبو مسعود كان في أي داخل كان في الداخل الشيعي في حكومة أمير المؤمنين عليه السلام بل هو خليفة أمير المؤمنين عليه السلام وين على الكوفة الذي استخلفه أمير المؤمنين فتخيل أن من أصحاب المواقع الرسمية في وسطنا الشيعي هذا الرهبر وهذا المرجع مثلا وهذا عميد المنكر هذا ما أدري عميد كذا هذا سيد المقاومة منصب مواقع مواقع رسمية دينية اجتماعية في وسطنا الشيعي هؤلاء أصحاب هذه المواقع يطرحون طرح أبي مسعود ويقولون علينا أن نصالح علينا أن نهادن مهادن نحاول أن شنو يقول لك أكو اصطلاح نشوف حلول وسط مثلا نشوف ميثاق شرف يرتاح الطرفان هم يدعون إلى هذا الميثاق الذي مخرجاته كما قلنا و نتائجه ستكون على حساب الحق وفي صالح الباطل علينا أن لا نغتر بالشعارات البراقة أنت أيهما تختار أي الخطين لا شك أن كل مؤمن واع لا يسعه إلا أن يختار خط علي بن أبي طالب عليهما السلام وهو خط المواجهة ذو الكلفة ولكن علي أن يتعلم هذا المبدأ الكلفة في العاجل لا في الآجل في الآجل ترتاح وإن طالت الحرب يعني أنتم إذا أردتم بميثاق شرفكم المزعوم أن توقفوا سفك الدماء أنتم تقولون الأمة الآن في حالة سفك دماء وحسب زعمكم ذلك بسبب التشيع اللندني لأنه يسيء إلى رموز القوم هذه أكذوبة هذه آذى هراء لا واقع له إن أردت الصدق فهذه الدماء التي تسفك بسبب التطاح والصراعات السياسية المغلفة بطابع ديني أزل النظامين من المنطقة أزل النظام الخامن أي والنظام السعودي كل هذه الحروب تروح بس شلهم مع بعض اقتلع النظامين معا وشوف النتيجة أما أن تسفه الواقع وتسطحه هكذا وتقول إن السبب في كل ذلك هو أنه ما أدري جماعة بلندن أو بغير لندن يتكلمون على عائشة فأنت هنا أسمح لنا يعني إما أنك ساذج غبي وإما أنك كاذب الواقع خلاف ذلك تماما الذين تقاتلوا في سوريا مثلا والحروب اللي صارت في سوريا مو بسببنا إحنا بسبب تدخل حزب الله في سوريا على سبيل المثال حزب الله تدخل السعودية الحكومة السعودية النظام السعودي ضخ أموال أسس ميليشيات هناك على أساس مواجهة النفوذ والتمدد الإيراني ما يسمح أنه يصير مثل هذا التمدد فكوّن لك ما أدري جيش الإسلام وكوّن لك ما أدري كذا وإلى آخره الإرهابيين دخلوا بالنص لأنهم هم أصحاب الكفاءة والخبرة القتالية منذ القديم من أيام أفغانستان مدربين جيدا وانتحاريين وكذا فانتعش الإرهاب من جديد إجت القاعدة انشقت القاعدة على نفسها صارت جبهة النصرة انشقت على نفسها كونت داعش والدخل وذولة في الميدان ولاصت هو هذا اللي صر ليش أنتوا دخلتوا على سبيل المثال مع أنه نحن مع التدخل انتبهوا إصلاً إحنا من أوائل الناس قبل أن يتدخل حسن صلى الله عليه وسلم نحن ناشدنا بس تدخل فيه شنو كان للدفاع عن السيدة زينب عليه السلام عن المقدسات ما تدافعوا عن النظام السوري النظام السوري نظام كافر فاجر نظام بعثي ليس منا ولسنا منه فالمشكلة هي في الوعي إخواني المشكلة هي في الوعي المشكلة في هؤلاء الذين يسطحون الأمور ويجعلونها أموراً كأن يعني يختلقون أسباباً وعللاً وهي غير واقعية ليس لها وجود أصلاً أكاذيب كثيرة أصلاً جداً يعني أكاذيب عجيبة وغريبة عموماً أنتم بحسب زعمكم يا أهل العالم الثالث مثلاً وأهل العالم الرابع تقولون نريد ميثاق الشرف هذا لكي نحقن الدماء تتصالح الأمة ولكن أنتم لا تدركون بجهلكم بحماقتكم أن الذي تفعلونه سيؤدي إلى زيادة الدماء سفك الدماء ولكن على المدى الطويل لا تخطئوا خطأ أبي مسعود البدري فإن هذا الرجل وأمثاله هم الذين أدوا إلى حماية معاوية وانتعاشه فلم يقضى عليه وإذ لم يقضى عليه استمر مسلسل سفك الدماء إلى يومنا هذا أنتم إذا أردتم حقاً أن توقفوا سفك الدماء في هذه الأمة وتوقف الإرهاب عليكم أن تعملوا حسب استراتيجيتنا نحن وهي ماذا تشيع المخالفين المخالفون إذا تشيعوا يقضى على الإرهاب المخالفون إذا تركوا أبا بكر وعمر وعائشة ومنهج السقيفة فإن الإرهاب سيقضى عليه سيندثر المخالفون إذا آمنوا بآل محمد عليهم الصلاة والسلام وعادوا إلى الإئتمام بهم لن تسفك الدماء عليك أن تستثمر في الإيمان في الوجدان في الفكر في الثقافة هذا هو التغيير الذي يكون تغييرا جذريا من الجذور يغير المجتمعات من جذورها لا فائدة أن تقول إني سأوقف هذا الدمار وهذه الشحناء وهذه البغضاء وهذا التطاحن الطائفي بوضع القوانين والتوقيع على مواثيق الشرف ستبقى حبرا على ورق ما دام أن هناك بقاء معنويا وجودا معنويا لشيء اسمه خط السقيفة المسألة المسألة واضحة تريد بالفعل حقن دماء الشيعة على المدى الطويل استثمر في الإنسان بفكره وعقيدته ووجدانه وثقافته غيره من الأعماق ولا تفرض عليه القوانين ومواثيق الشرف وتقول كل يعاقب الآخر أو كل يعاقب من خرج من طائفته هذه السفاهة لا عقل لك لن يقضى على الإرهاب بهذا أبدا يقضى على الإرهاب بنحو الذي نحن نقضي عليه ولكن على المدى الطويل كم شخصا من الجماعات الإرهابية تشيأ على يدنا كم شخصا كان ميالا إليهم تشيأ على يدنا وصار الآن عنصرا طيبا وحسنا واحد منهم هالأيام وياكم يشتغلوا وياكم هذا التغيير الجذري أن شخص تخيل كان مع القاعدة كان مع طالبان كان على وشك أن ينضم إلى داعش مفتون صار بعالم الجهاد بقولتهم هو عالم الإرهاب إذا به يسمع الكلمة الصاعقة منا التي تدمر الأسس التي يقوم عليها هذا الفكر أسس الأسس أبو بكر عمر رجال السقيفة عائشة كل ذلك ينهار أمام عينه بعدئذ هذه الهزة الفكرية العقدية الرهيبة التي تقع عنده تجعله يراجع حساباته ويتشيع هذا هو النصر هذا هو النجاح هذا هو حقن الدماء الصحيح على المدى الطويل للذي تدعو إليه يا حسن أو غيرك على منهاج وعلى أسلوب أبي مسعود البدري كلا نتبع منهاج علي عليه السلام وأسلوبه ما كانت حكمته قد تعلمتموها في الليلة الماضية القتل يقل القتل المواجهة الآن ستقل المواجهة فيما بعد لا أقل سيتروض الطرف الآخر وأتصور أن أحدا ذا مسكة لا يسعه إلا أن يقر بأن الطرف الآخر قد تروض بفعلنا على مدى هذه السنوات الأخيرة إلا أن يكابر يكابر ما كلامنا مو مع المكابرين لكن الآن بالله عليكم أستحلف كل فرد شيعي بمن فيهم أولئك الذين هم من التيارات الأخرى التي تخالفنا أتجدون الفرد البكري اليوم ينفعل لما يستمع إلى إهانة لعائشة مثلا كما كان الأمر عليه قبل عشر سنوات كيف كان يخرج عن طوره قبل عشر سنوات ويصبح كالثور الهائج والآن صار عادي جدا قبل عشر سنوات وين كنا والآن وين صرنا هذا هو النجاح ترويض الطرف الآخر إلى حد أنه يسمع لعنة عائشة وذن عائشة وإهانة عائشة وعلى الهواء مباشرة ولا يملك ردة فعل أصلا سوى أن يشرب لعصير ليمون وينام بصراحة الواقع صار هكذا الآن وين سابقا قبل عشر سنوات مؤتمرات ندوات مظاهرات صياحات نباحات لطميات الثورة العربية الكبرى رح يسوون الثورة الإسلامية الكبرى رح يسوون على موضوع عائشة وأنه مست عائشة الآن صار عادي 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 جدا قبل عشر سنوات الكويت ضجت برجالها بوزرائها بنواب البرلمان فيها بالكتاب بالصحفيين بأئمة الجمعة بأئمة الجماعة بالخطباء بالكتاب كلها ضجت بيانات وكذا على قضية شنو أننا أقمنا أول احتفال بها لكن أم المنافقين عدوة الله المدانة من فوق سبع سماوات عائشة الحميراء ثارت ثائرتهم الآن الآن احنا احتفلنا هالسنة شنو صار كلهم نايمين بل أكثر من هذا هم ثارت ثائرتهم في السنة الأولى على فعل لم يقع في الكويت أصلا ما وقع في الكويت الآن قبل سنتين شعارات في مساجدهم كتبت ضد عائشة ولا ثارت ثائرتهم ايه شوية هذا كتب خبر بالجريدة نص طر الشكل شعارات طائفية تسيولي أم المؤمنين وجدت مكتوبة على الجدران المساجد وما أدري فلان يكتب لما أدري تويتر يكتب لما أدري كذا كلمتين هالشكل وأمه من ألحك هذا وخلاص انتهت كل سنة أنت طيب يعني لو هذا الفعل نفسه اللي صار قبل سنتين السنة الماضية والسنة اللي قبلها هذا اللي صار لو كان صار قبل عشر سنوات هل كانت ردة الفعل ستكون بهذا الشكل الخجول لا دولة كلها يمكن تنقلب عليها على سافلة لكن الآن تروض المجتمع البكري خلاص بحد نقول لك إيه لازم نتعايش الآن شيء نعم أبينا نحن نتعايش الآن مع الرافضة والمد الرافضة ذولة ناس ضد عائشة ضد أبو بكر وعمر ورح يحجون عليهم ورح يستمرون قتلنا منهم ما فاد اعتقلنا منهم ما فاد حرضنا عليهم الحكومات وحتى حكومة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث ما فاد ما صرش انتربول ما فاد ما أدري منه ما فاد حركنا منا منا ما فاد حتى خامنا إيب كبرى اتدخل بالموضوع ما فاد سيد المقاومة اتدخل بالموضوع ما فاد شنسوي ما يصير خلص انتهى نحن نعلن الهزيمة والفشل انتهينا ما نقدر مفاضين عندنا قلاق الأخرى مشاكل أخرى كذا خلي تولي عائشة وابو عائشة ما جي أنا أمير الكويت ولا حكومة الكويت وحكومة البحرين وحكومة آل سعود والحكومات الموضوع ما جي بعد أدوخ نفسي أنا بعائشة كل يومية ما عندي طلابة غير عائشة وعندي قضايا ملفات أخرى كثيرة عندي قطر عندي اليمن عندي مشاكل سوريا عندي مشاكل إيران عندي ما أدري كذا عندنا قضايا كثيرة أخرى سباق الهجن عندنا في هذا في دبي وفي ما أدري وين عندنا هل قضايا فخلي تولي عائشة وأبو عائشة بعد فالواقع هذا الترويض أليس نجاحا أنت إذا ترسمها على المدى الطويل ستجد أن هذا هو النجاح هذا الذي يحقن الدماء أولا أنت تخترق المجتمع البكري تجعل طوائف أفواج من المجتمع البكري يتشيعون بحمد الله تعالى تستنقذهم من النار تستنقذهم من أن يموت ميتة جاهلية يعرفون إمام زمانهم من جهة أخرى هذه البقايا التي لا تتشيع تتروض بهذا ينزع فتيل التوتر تنزع هذه النزع العدوانية هذه وهذا الاشتداد الذي يصابون به لما يستمعون كلمة رافضية واحدة أو ذات نبر رافضية فتعال معنا إلى هذه الاستراتيجية لو كنت صادقا وهي التي كان عليها الشيعة القدماء لقد نقلنا في تلك البحوث التاريخية تاريخ الشيعة الأوائل القدماء كيف كانوا يعملون على نحو الذي نحن نعمل عليه الأرض ألم ننقل ذلك التاريخ لما لا يقرأوا حسون أو غير حسون ليش ما يقرون هذا هذا التاريخ تاريخ الأوائل يشوفون الشيعة الأوائل كيف حقنوا دماءهم على المدى الطويل بمنهجية أهل العالم الأول اقرأ في أيام المفيد كيف كان يصنع المفيد وشيعة العراق مثلا وهم في زمن كما نقلت لكم ارجو إلى هذه المحاضرة رجاء محاضرة نحن كالمفيد نجاهر بالبراءة وسط الدماء هكذا كانت منهجيتهم وبالفعل نجحوا بالأخير تشوف بالأخير المخرجات والنتائج في صالح الشيعة في صالح جبهة الحق والمجتمع البكري تطبع خلص لولا ما يبديه بعض الجبناء وبعض الحمقى ومن لا عقل لهم من تراجعات في بعض الحقب في بعض الأحقاب التاريخية من تراجعات أمام الطرف الآخر فيجعلونه يستكلب ويستأسد ويتشجع أكثر لما سفكت بعد إذن حتى قطر الدم واحدة شيعية لكن المشكلة أنه مثل ما بنى المفيد جاء بعده جاء بعده من هدم بعرضه مثل هذه العروض اللي يعرضها أبو كذيلة وأمثاله قضية ميثاق الشرف وما ميثاق الشرف مثل ما تكلمنا عن نصر الله الأول معدنا نصر الله الثاني بس لا يطلع لنا الثالث ونبتلش نصر الله الأول نصر الله الحائري واحد اسم نصر الله الحائري كان من علماء الشيعة هذا دخل في مؤتمر النجف الذي جمع فيه قادة الشيعة علماء الشيعة وعلماء البكرية تحت رعاية الشاه فتح علي شاه القاجاري وعلى أساس أنه يتم هناك ميثاق شرف وقعوا ميثاق شرف وأنه الشيعة من الآن يمتدحون أو يحترمون أبا بكر عمر عائشة ومن أشبه وفي المقابل يمن عليهم أهل المذاهب الأربعة بالاعتراف بالمذهب الجعفري مذهبا خامسا وأن الصلاة تكون في مكة المكرمة بعد الصلاة البكرية تكون هناك صلاة شيعية وإمام الجماعة من هذه اللحظة سيكون المعين من؟ نصر الله الحائري تعال روح يا نصر الله الحائري إلى مكة المكرمة حتى تباشر هذه الوظيفة راح هناك قتله طبعا فلا صلاة أقاموا ولا استفادوا شيئا بالعكس الأمور الطربقت على روسهم جميعا على روس الشيعة يعني بشكل عام وظلت هذه هذه وصمة عار لا تمحى يعني تقرأ البيان بيان المؤتمر المشؤوم هذا وتشوف هذا التراجع هو الذي والطرف الثاني اللي كانوا مجتمعين وياهم ترى بالمناسبة وعلى أساس دعاة الوحدة والمصالحة والكذا الطرف الثاني يا إمة المخالفين شيوخ المذاهب الأربعة هؤلاء ألفوا كتبا بعد هذه ضد الشيعة والتشيعة تعلموا تعلموا من سيرة الأماجد كيف تحاربون نفسيا إنجاز التعبير افهموا هذا الشيء جيدا أن الطرف الآخر إذا أحس منك بأي وهن أو إدهان مداهنة أو ضعف فسوف يستكلب عليك أبدي الآن ما أدري راجعوا تفصيله موجود تحرير الإنسان الشيعي الطرف الآخر كلما أشعرته الحزم كلما أشعرته ثباتك على مواقفك وشدتك في دين الله عز وجل وفي ولائك لأهل البيت عليهم السلام وعدائك لعدائهم كلما تراجع هو كما فعلنا بهم ما يتجرأ أحد أمامنا يمتدح أبا بكر وعمر أو يترضى عنه ويتأدب بحيث أنه إذا أمامنا كان يقول أنا ما أترضى عليهم احتراما لمشاعركم فهو الذي يتضاءل لما تبدي أنت أيا من هذه التراجعات أمام الطرف الآخر فأنت الذي تتضاءل تجده هو الذي يستكلب ويشتد عليك ومن ثم يتحكم بك لا تخطئوا هذا الخطأ النفسي لا تخطئواه ومع الأسف إن عامتنا لم يدرسوا علم النفس ولو أنهم درسوا لو أن المعممين اللي عندنا وحتى الفضلاء اللي عندنا لو أنهم درسوا جيدا علم النفس لما ذهبوا إلا حيث نذهب في منهجية أهل العالم الأول وهي التي نحسبها أنها منهجية إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فانظروا إخواني في الوقت الذي كان فيه أبو مسعود البدري يدعو إلى المصالحة ويدعو إلى المهادنة فإن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما رماه بأنه لا عقل له كان يؤكد على ضرورة المواجهة هذا منهجه هذا الذي نجده في نهج البلاغة في الخطبة رقم 24 أو 24 يقول ومن خطبة له عليه السلام وهي كلمة جامعة له فيها تسويغ قتال المخالف والدعوة إلى طاعة الله والترقي فيها لضمان الفوز ماذا يقول ولا عمري ما علي من قتال من خالف الحق وخابط الغي من إدهان ولا إيهان أنا ما عندي شنوب قولتكم لحيام سرحة أنا ما عندي هذا منهج أبو مسعود مو يمي أنا مو عندي هذا أنا عندي هذا المنهج ما علي من قتال من خالف الحق وخابط الغي أهل الغي أهل الفساد خابط الغي خاضوا في الظلام والفساد هؤلاء ليس لهم عندي إلا ليس لهم عندي لا إدهان ولا إيهان إدهان يعني شنو مداهنة ودوا لو تدهنوا فيدهنون مداهنة منافقة تقدر تسميها مجاملة على حساب الحق يقول أنا ما عندي ولا إيهان يعني من الوهن ضعف ضعف هم ما عندي أنا أواجه أقاتل ولا عمري ما علي من قتال من خالف الحق وخابط الغي من إدهان ولا إيهان فاتقوا الله عباد الله وفروا إلى الله من الله يعني شنو يعني فروا إلى رحمة الله من عذاب الله هذه من البلاغة العظيمة وفروا إلى الله من الله وامضوا في الذي نهجه لكم وهو شنو المواجهة الجهاد المقاتلة مع البغاتي والظالمين والطغاتي والمفسدين في الأرض وأهل البغي والغي وامضوا في الذي نهجه لكم وقوموا بما عصبه بكم يعني بما كلفكم به فعلي ضامن يقول أنا علي أضمن لكم شنو أضمن لكم فعلي ضامن لفلجكم آجلا على المدل طويل فعلي ضامن لفلجكم آجلا إن لم تمنحوه عاجلا إذا حتى ما يتحقق ما تريدون من حقن الدماء مثلا ووحدة الأمة وحفظ دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم واستقرار المجتمعات إذا لم تمنحوه الآن عاجلا فعلي ضامن أن تمنحوه آجلا على المدى الطويل بس أنت شوية وسع فكرك شوية انظر لبعيد كبر عقلك ليس يصير عقلك عقل ضئيل مثل عقل أبي مسعود البدري بيكم حي لتموهم بعد كلام لو لا ولا تنسوا تروحون تريد تروح أنت لو ما تريد تروح تريد تروح هل هناك أحد ينتظرنا نعم عدنا إعلان تشيير إذن نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونكمل في الليلة المقبلة هذا البحث إن شاء الله تعالى أحسنتم سماحة الشيخ الحبيب على هذه الورقة البحثية القيمة لدينا إعلان تشييع الأخ هادي من أمريكا السلام عليكم أخي هادي وعليكم السلام وراحمة الله وبركاته حياكم الله وتقبل الله وأعمالكم أهلا وسهلا منكم إن شاء الله طالح الأعمال إلهي أمين في البداية أنتم من أي الأصول نحن عائلتون أصدها من البكري الزمذهب البكري نعم أقصد من أي دولة عربية أعم أي دولة أنا آسف نحن من دولة لبنان نعم لبنان أهلا وسهلا فيك الله حليك أنتم فقط تريدون إعلان تشيئكم أم معك أحد آخر لا والله أنا موجود الآن لوحدي لكن أخي أصلا هو متشيع يعني ما شاء الله نعم فهو أخي كان دائما يتابع الشيغل حبيب نعم ويتابع محاضراته على قناة اليوتيوب وأنا كنت يعني صراحة أعتابه أو يمكن يعني أقول له أنه هذا الشي يسبب فتنة حتى لو إحنا كنا على البكري مثلا ما نسمع أن إحنا للشيحة أصلا نعم فلكن أنا يعني بصراحة بعد بحث طويل وتعمق بالتفكير صراحة لا أيد أنه كلام الشيخ الحبيب لازم أعطيه فرصة حرام يعني كلام والله ما صدر منه إلا علم نعم وكل دليل يقابله آية من القرآن فلذلك يعني شوي شوي وأنا كنت صراحة يعني أقول لكم يعني أسمع طلاب الشيخ يتكلم عن موضوع التكتف بس طلا فأقوم أنا أسمع لمحاضرة الشيخ عن هذا الموضوع وثاني يوم أسقط التكتف من الصلاة فيوم على يوم سقط المذهب كامل الحمد لله أصبحنا اليوم إن شاء الله من شيعة علينا بطال صلوات الله صلوات الله أخي ما هي أهم السلاسل البحثية التي يعني عجبتم بها أو أثرت فيكم نعم سلسلة كيفة جوية في الإسلام نعم هذه كلها تابعناها التامل على قناة ليتوب نعم وسلسلة محاولة البتنية من خروج من أزمة الشرعية هذه السلسلة الهمة التي كانت الأساس من هذا القرار التشغيل إن شاء الله نعم ومنذ متى أنت تتابع القناة؟ من تقريبا سنتين سنتين نعم معكم الشيخ الحبيب الذي أقنكم الشهادات الإسلامية تفضلوا شيخ إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا شيخ الحبيب الله يخليك رب الله يعزك رب الله يبارك بكم ثبتكم الله على إيمانه والهدى الله يسلمك يا رب والله الله يشهد ربي يشهد إني من زمان أريد أسمع صوتك بس أكلمك مباشرة الله يحفظك الله يقويك الله يثبتك يا رب ويثبتكم إن شاء الله بارك الله بكم إنه من دواع السرور أن نستمع الله يسليك يا رب رضي خلي وأنا من داعش سورني عرفت إن اسمي هادي دائما نعرف مين إجا اسم هادي اسم إمام علي الهادي عليه السلام عليه الصلاة والسلام بارك الله بكم سمعنا كمين مدخلة إلك لهذا اللي يسمى وليد إسماعيل أنا قلت يعني أمام الله هذا الإنسان لو يقتر يعني يعني يثبت شغله بس يثبت شغله يكون بصيص أمل أني أنا أبدع أن التشيعل سمح الله لكني رأيت أنه ما إن شاء الله الشيخ الحبيب كان متمكنا من كل كلمة قالها الله يوفقك الله يحفظكم إن شاء الله جزاكم الله وخير شهادة نعتز بها إن شاء الله إن شاء الله على بركة الله تعالى قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله جل جلاله جل جلاله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين ومبرأ من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله أشهد أن فاطمة الزهراء أو أولادها المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفظة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار صل على محمد وآله الحمد لله أنيئا لك يا أخام الكريم بيض الله وجهك وأضر الله عينك بصحبة محمد وآله الطاهرين الله يسلمك أنا بس أقول آخر كلمة بس تفضل بيت يا شيخ الحبيب أنا بأمنيك مفتوح إلك أنا أتفدك بدك الزيعة من عندي جزاك الله خير أنتوا يدعوني خلي أقومنا جنسية جواز إلى الآن معطلين بيطور بيطور إن شاء الله بيطور إن شاء الله بارك الله بك الله يخليك يا رب أمي أن لكم أخوانا حالي الكريم بارك الله فيك أخونا أبو علي نهوازي يدزلك هاي الهوسة يقول أنحي الأخهادي والحي كل الرافضة هاي أنحي الأخهادي والحي كل الرافضة هاي ويها دي خرجت للنور من ألغاء دين الغامضة هاي كل الغامضة كلا وكلان حب حيدر شهد وحب عمر حمضر حامضة حال الموت الوالي حب حيدر للموت 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 الوالي الله الله سنتهم بارك الله بكم هذه تحية من إخوالنا إليك الله يخليهم يا رب الله يحفظهم الله يسلم أصواتهم الله يعزكم يا شيء بارك الله فيك أخي هادي وهنيئا لكم ركوبكم سفينة النجاة شكرا جزيلا إياكم الله بإعلان الأخ الكريم هادي وصلنا إلى ختام برنامجنا لهذه الليلة نلتقي وإياكم إن شاء الله ليلة الغد هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم على محمد وآله محمد وعجل فرجهم والعال أحداهم بارك الله بكم حياكم الله أهل واسهل